من لا يعول على الشعب في اكتساب شرعية الحكم يلجأ إلى دوائر الضيقة ويضخمها لإعطائها زخما يوهم المراقب بفعيلية الحركة الانتخابية يعرف ذلك في العراق بالانتخاب الخاص القائم على أصوات المعتقلين والنازحين الذين لا حول لهم ولا قوة وكذلك على المؤسسة الأمنية المحكومة بالاستقطابات الحزبية والطائفية والمناطقية وتخضع لتأثير المصلحة مجردة من المرجعية الوطنية الجامعة تصويت القوات الأمنية في الانتخابات الحالية لا يختلف عن سابقاتها من حيث تأثير الدوافع الطائفية والحزبية فبدأ يظهر للعلن وفي مخالفة واضحة لقانون الانتخابات تأثير الاستقطابات على المؤسسة العسكرية السلام عليكم يمي اليوم ضيارة الإخوان عميد أيوب المياحي وعميد علي مطار البزوني ويقولون دعمي للكثة الصدرية وإلا مية الاستغلال السلبي لأصوات العناصر الأمنية دفع سياسيين من باب المناكفة الحزبية إلى المطالبة بإلغائه كاشفين عن وجود تلاعب بأصوات المنتسبين لصالح جهات حزبية بالتعاون مع الأميرين والضباط الرفيعين على مستوى الجيش والشرطة ويصل التعويل على أصوات حملة السلاح إلى منتهاه بإعادة توظيف 30 ألف من المفصولين من ميليشيا الحشد قبل فترة قصيرة من الانتخابات وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على إفلاس القوى المتنفذة على المستوى الشعبي وإدراكها أن قاعدة المقاطعة الشعبية للانتخابات توسعت إلى أقصى درجة شهدها العراق منذ عام 2003 الضربة التي تلقتها الأحزاب في مقاطعة انتخابات عام 2018 كانت بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة تتحول فيها الانتخابات من عملية تصويت شعبي إلى عملية اقتراع في دائرة ضيقة تضم الأحزاب وتابعيها والمتنفذين والمستفيدين من حالة الفساد العامة في البلاد